طيب بالتأكيد النهاردة النادي الأهلي أكيد ما فيش راحة مارس الكولر على طول حدد البرنامج الزمني استعدادا لمواجهة زد يوم الخميس المقبل على استاد المأولين العرب يمكن الفترة الحالية سيراميكا ما لعبش مع الأهلي في استاد القاهرة زد حتى رغم أنه اختار استاد القاهرة هيلعب في المأولين نتيجة ان استاد القاهرة حاليا في فترة تصيانة قبل بداية معسكر منتخبنا الوطني بإذن الله منتصف هذا الشهر مصر عندها مباراتين في ختم التصفيات بعد تأهولها بشكل رسمي إلى كأس الأهم الإفريقية فبالتالي مباراة الآية المقبلة هتكون يوم الخميس على استاد المأولين العرب مع فريق آزد كولر النهاردة مداش راحة صلبية عمل التدريبات طبعا المجموعة لشاركت بالأمس في المباراة خادت راحة صلبية أو استشفى في اللجيم وفي نفس الوقت المجموعة لمشاركتش نهاردة كانت لها تدريبات أخرى بخصوص الاستعداد للمرحلة الجاية عشان كله يكون في أتم الجاهزية هل في غيابات الفترة اللي جاية؟ هل الغيابات اللي كانت موجودة بالأمس ممكن نلاقيها في مباراة زد؟ كل ده بالتأكيد أنا أعرفه دلوقتي من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد تحياتي لك والكل مشاهدة متباكرة أنت ندلقى في كل مكان آخر الأخبار لديك من التدريب عايزين أطمئن على أسماء لعيبة كتير جدا ما كانتش موجودة في مباراة السيراميكا بالأمس أشرف داري القراري النهائي للجهاز الطبي هل هيفضل فيه راحة واستبعاد من مباريات حتى موعد الأجندة الدولية وفي نفس الوقت بقى لو فيه تفاصيل عندك من خلال التدريب أكيد محتاجين نسمع منك كل الجزيد بالفعل محمد زي ما كنت سامعك بتتكلم في المقدمة أن المجموعة الأساسية للاعبة 90 ديئة كاملا بارح أو لعبة تقريبا 80 ديئة فما فوق النهاردة طبعا بيخدوا تدريب استشفائي الباقي طبعا في الملعب بيخد تمرين بشكل كامل زي عشان يبقى كل اللعبة واخد نفس الجرعة التدريبية ونفس الأحمال البدنية فيما يخص ملف الإصابات يمكن عمر السلاء هو الغائب الوحيد أو الأبرز عام مران اليوم يمكن كادمة بس خفيفة كده في الربة حسب بعض الألم ففضل دكتور أحمد جبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي أعطأ راحة من التدريبات اليوم ياسر إبراهيم كمان يمكن فراحة بس بعض التدريبات الاستشفائية البسيطة طبعا شعوره بألام في أصفل عضلات البطن فيمكن ياسر هيكون برة شوية التمرينات يمكن لغاية نهاية الأسبوع فأعتقد بالنسبة كبيرة جدا ياسر خارج مباراة زد أشرف داري زي ما ذكرت يا محمد يمكن فراحة تم بقى فضل الجهاز الطبي طاق راحة إن شاء الله لما بعد الأجندة الدولية يمكن ما فيش الحمد لله فيه بدال كتير في المكان دوت فمش هيبقى فيه مخاطرة في الفترة الجاية بس إثناء كده كل اللاعبين ظهروا بشكل أكثر من راعة في التدريبات النهاردة بسهر مرسل كولر يمكن على طول قبل التدريب محمد كان فيه محاضرة فنية كلم بقى عن كل ما تم في مباراة الأمس الإيجابيات السلبيات الحاجات الألها اللاعبة وتنفذت الحاجات اللي ما تنفذتش عشان يتم قفل يعني صفحة مباراة سيراميك كيلو بطل الحمد لله يمكن بداية ولا أروع لحمل اللقب وأولى خطواتنا راح واللقب الخامس والأربعين تم قفل الخطوة دي ومن النهار ده على طول الاستعداد لمباراة زيدنا محمد فيه الأسبوع الثاني ممكن التدريب وأنا بكلمك دوقتي حالا موجود دوقتي بعد التدريبات الفنية كده والتأسيمة بكرة هيبقى فيه راحة من التدريبات للفريق وإن شاء الله من بعد غدا السلساء هيكون مواصلة للساعداد بإذن الله لمباراة زيد مباراة من المباراة المهمة كل المباراة محمد خاصة في ظل النظام الجديد للبطولة أصبحت مهمة جدا كل الفريق يمكن شوفنا الأسبوع الأول أداء أكثر من رائع لمعظم الفرق وكل الفرق طبعا بتحاول تكون فيه النصف الأعلى من الجدول أو أول تسع فرق ولكن إن شاء الله النادي الأهل قادر بإذن الله على حفاظه على اللقب للعام التنعة التوالي طبعا ليه كمان للنسخة الـ 45 إن شاء الله تكون في مكانها الطبيع في الجزيرة محمد إذن نقدر نقول من خلالك نقلا عن الجهاز للطب للنادي الآلي كادم العمر السلافي مراني اليوم وغياب ياسر إبراهيم حتى نهاية الإسبوع وعشرف داري في راحة حتى موعد الأجندة الدولية هل في تفاصيل أخرى يمكن النهاردة أنا برضو شفت في كورا بلس كتبوا أن قهربا بيعاني من إصابة وده كان سبب في عدم وجوده في قايمة المباراة واشتكى من ألام في الرجبة هل الكلام ده موجود حقيقي ولا النهاردة كان قدامك في المراني الجماعي وممكن يكون جاهز على مباراة زي اللي أقدر أكدولك محمد واللي شفته بعناية يعني قدامي على أرض الملعب أن قهربا موجود في التدريب بتضرب بشكل طبيعي جدا ما فيش أي مشكلة عمرو السلام كانت كادمة في مباراة الأمس أمام سلاميك كلبطرة فالجهاز الطب يفضل إرحته من التدريبات اليوم لكن إن شاء الله يكون موجود على طول في بكر زي ما قلتلك أجازة لتنين التلات بإذن الله يكون موجود بشكل طبيعي جدا لكن قهربا موجود بيتمرن بشكل أكثر من رائع كل اللعيبة كان اللي شاركوا بودو الأمبارح أو كمان اللي مشاركوش بشكل نهائي في المباراة موجودين بالضرب بشكل أكثر من رائع باستثناءة طبعا الغيابات اللي منذ فترة كبيرة سواء علي معلول أو كمان كريم فؤاد ولكن باستثناءة كده كل اللعبين موجودين الحمد لله أداءهم والفني والبدن أكثر من رائع الحمد لله كل القايمة مكتملة باستثناءة طبعا زي ما قلنا ياسر إبراهيم اللي هيبقى فيه بس يعني تروي شوية في إصابته لنهاية الأسبوع طبعا تعرف إصابة العضلات بالذات في منطقة البطنة محمد بتبقى يعني مش خطيرة قوي ولكن لازم بيقى فيه راحة وإلا هتتفاقم الإصابة فطبعا فيه حفاظ عليه بشكل تام من الجهاز الفني أشرف دالي نفس الوضع طبعا بيخضع على راحة سلبية في هذه الفترة يعني ممكن تكون بعض التدريبات الخائفة جدا ما فيه أي جهاد على الكاحل اللي فيه الإصابة ولكن باستثناءة كده الحمد لله بطمناك على فريق نادي الأهلي فريق كله جاهز بدنيا فنيا وإن شاء الله يكون قد أحلام كل جميع